الخبر اولي عدنا اوكي قوموا من المقطع يا حبايب طالب بسيط من عادكم أريدكم تفجرون هذا المقطع بالزر لكن هل سيتعرض له الكثير من الهجوم الصراحة هواية فكرتوني ننزلكم هذا المقطع ولكن من النهاية أمي قالت لي أني ننزل هذا المقطع وأصدقائي من اليوتيوبر أصروا أني ننزل هذا المقطع لكم بسبب شي واحد بس والذي هو دفاع عن بنت بلدي ولي هي قمر مار اللي قاعدة حاليا تتعرض للتهديد من نور مار طبعا كل كلام سأضعكم إياه بالدليل والإثباتات ومثلا تعرفون أني موضوع نور مار أبدا لا يا حبايب لكس أنا كل شي أحبه ولكني تواصلت إياه بالخاص حاولت فهم الموضوع ولكن هو حتى ما فضل أنه أشرح الموضوع الطالية أن أحكيكم إياه بالسوشال ميديا وأحكيكم بقصة فرق نور مار بالكامل أوكي بالبداية يا حبايب يا رمار مثلما شايفين هذه المحدثة بيني وبينها هي يا رمار حجت لكل القصة وكل اللي قاعد يصير حاليا مثلما شايفين هذا الحساب الأساسي ضغطنا حاني على المراسلة وشوفوا أنها مراسلة صار بيني وبينها البداية كانت يا حبايب متشانت يا رمار قاعد تشكيلي يهمها أنه هي ما أحد قاعد يصدقها والكل قاعد يعني يوقف ضدها بعد قلت لي أن أنت من طرف نور مار وأنه جواني وإياك أنا ما أريد أحكي لك القصة وصرت سألني هذا الموضوع حقيقي لا أنا جاوبت أنه أنا مو من طرف نور مار ولا من طرف جواني فكملت هي قاعد تشكيلي القصة بالكامل وقسمت بالله العظيم أنه هي ما رح تكذب عليها ولا بحرف وأنه يصالها فوق السنة ونصوية هذا الفريق وعساس هي وافقة بيهم وظلت بيهم سنة ما أخذت ولا ليرة من أرباحهم الصراحة موضوع كل شيء يضم كل شيء غريب فهذا بإعتبار أنه قاعدين يسرقوها يعني رجعت وكملت يا حبايب أنه عساس بالشهر ما كان يطلع لغير 200 أو 300 دولار رغم أنه مشاهداتها هي كلها بالملايين وأنه قلت بالأساس ما كانت مفتوحة عادها وقلت لما كانت تريد تنزل الفيديو كانت هي تمنتج هذا الفيديو يا حبايب ودزلهم إياه وهمين نزدوه على قناتها باليوتيوب وحتى كلمة السر ما كانت وياها بعدها عبدالله هو من Live Stage مثل ما شاحتكم بالسابق أنه هو وراء كل هذه المواضيع طلبها ما عود المقابلة ولكن نورمار رفض قال أنه عساس هو ما كان أكو فلوس رغم أن تشذب أنه هو أساسا عبدالله كان طالت تقريبا 5000 دولار على موت هذه المقابلة وهي بما أنه كانت توثق من نورمار قالت أوكي بما أنه ما تريد أنت مقابلة أنا ما أريد المقابلة ورغم أنه قليلات مالتها مطلع على أقل شيء 15000 دولار وهي ومحصلة شيء غير بس 200 و 300 دولار من نورمار وأنه ما تريد تطلع تحت بهذا الموضوع لأنه من الأساس ما تريد تطلع مجرد تريد تنزل فيديوهاته عادي بعدها كملت وقالت نوجة عبدالله هي متارب من أنه يجاب رقمها ودقيلها وحتوي إياها وأن الموضوع هيجو هيج وبعدها هو رجع عليه حسابه بالإنستجرام بعدما كان مخفيه طبعا حسابه بالإنستجرام أنه كان ممنوع من أنه تنزل عليه أي ستوري وآخر فترة وكان موقفين عليه حتى تطلع وجهه على الستوري وكان مخديما عادها ما تنزل أي شيء عليه عموتي ما تتفاعل عليه عموتي حسابه بالإنستجرام ما يزداد وكان منه وقالت أنه هذا الاتفاق كان بينه وبين قمر مار وأنهما يطلعون من الفريغ ولكن لللي صار يا حبايب كان مفروض يطلعون بنفس اليوم بدون أي مشاكل قمر فجأة تحجي كل خطط مالتهم لمحمد مار وقمر هنا يناديها عساس عيد ميلاده وهنا طبعا قمر مار كان عنده حسابه بالإنستجرام عبدالله كان من طهية ومنتفقنا على 24 عساسة أنهما يطلعون من الفريغ وفجأة تطلع قمر مار مهددة من نور مار بأشياء زي 18 أو أشياء غريبة وهذا الشي طبعا هما قاموا واتصلوا بالمحامي قمر حجت كل شيء لمحامي وقمر مصورة فيديو عن هذا الموضوع وهذا الفيديو هي عندي يا رمار وانو شوتي هي كانت تحجي كل هذا الموضوع لمحامي والمسألة أنه هي مهددة قالت إيه وبعدها قالت انفجأة تشوف قمر مار طلعت على حسابها بالإنستجرام وقالت انو حسابها مهكر وانو محمد رجع لي أو نور مار أساسهم بحسابه كان راجع من عبدالله يعني وبعدها مثل ما تعرفون يا حبايب نور مار طلع ببث مباشر على حسابها بالإنستجرام قولي كل الكلام اللي قاله كذب كذب وقمر كانت تحمسهم للقمر مار كانت تكتب لكم انت تعليقات نوعا ما تدعم نور مار وبعد حلفت وقسمت بالله العلي العظيم انو كل حاجة الحجان نور مار هو تشذي وبالحركات الزاء 18 الحجانها بالبث مباشر مالته تذكر الفيديو اللي صوروه ما نزل الفلوك اللي كان فيه لقطات ذات ايه اعكيكم بس معلومة ماشي احكيها ماعرف احكيكم بس معلومة انو نحن اه ليش مسلا منطلع على كل فيديو قبل ما ينزلوهن ليش محمد بهتم بكل لقطة لانو كان في فيديو مصورته هي في لوق لحاله فكان في لقطة كان في لقطة في غلط يعني بين انو لقطة في غلط انو لقطة هي على عفوياته ونياته يعني هي ما اصدر انو تعمل الحركة بس الحركة اذا شافة اي شاب او اي انسان رح يفكر ذات 18 بسرعة فمن بعد هي محمد سيطلع على كل لقطة بالفيديو مشان هنن سمعتون ما يصير فيها شي غلط يعني هالدرجة اهليون كانوا مؤمنين عنا ومنها الحكيم هي كانت فلوق القمر مار وما كان بي لا حركات عيب ولا شي وبنسبة انو هي نامتها بالبيت فقات ان هي مجرد نامتها ثلاث نيام لانشاعدتها تصوير وبينات هناك هم اللي قلوها وهم قنعوها انو تنام هناك وياهم وفجع بدون من تعمل شي هي تطلع فعليا خاينة وكل بيت مشاهدات وكذا 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 بكل الكلام اللي حتوا عليها وان هي فعلا منهارة جدا وبعدها حرفة وقسمت بالله العالية عظيم انو عادها محادثات تثبت كل الكلام اللي قاعدت تحتيها بس هي متري تطلع وتحتي بس تري تكمل لحالها وانو هم يعفوها لحالها وانو هي مدخلها بشي وعدها محادثات تثبت انو قمر مار هي عشان تتبه ذيلها تقولها ليش قاعد هيش تحتيين وهي بالبث المباشر وينور مار قاعدت تدعمه ضد ديارة مار وهنا مسئلت انو قمر مار ليش ما تطلع تقول قمر مار هي تدري انو الشغلات اللي هم قاعدين هددون بها متقدر مقدروا يطلعوها لان هذا الشي ممكن انهيهم بالسوشيال ميديا ولكن قمر مار مادل يش خايفة وتقول طبعا هذا غير التنمر ولس الاعياض والاصرخ اللي كان يصير بداخل الفريق من جنة هي بالفريق وانو هم انو كانوا مانعيها تتعامل ويأيش خص طبعا انا قلت لها انو هم مانعيش عمود ما يستغلوش قالت ليش انو ممكن انا وثق بها مثل اخواتي وبوقيتها يعرفون كل هذه الاشياء عن الفريق واخر شي ختمتي يا حبايب انو تشكرني على هذا الشي وتطلب من عندي انو اطلع احتي كل الموضوع حاليا بالمقطع متما شايفين حاني طلعت وحتيتكم موضوع بالكامل على طلب يا رمار طبعا انا قلت لها انو انا توصلت بي قمر مار فهي قالت لي اكيد انه هي قالت لك انه ممنح وانو ما كنت لها الحتي وانو السبب خروجها من الفريق هي انو شرحة الحجاب فناصر تضحك وتقول استغفر الله ربي وانو السبب الخروج مو هي المشكلة اللي صارت وناصر تقول ان طبعا هي خايفة من عندي انو انا صديق نور مار او صديق جوان فهي خايفة من عندي انو اطلع اخذر بيها ولكن انا مستحيل يسوي هذا الشي بالعكس انا حاب انو اقف في بلد بلدي وبنسب الوقت حاب انو اطلع لكم الحقيقة يا حبايب حاليا ومستحيل اخذر بأي شخص ما دام الله وهي الحق فحاليا استنتجنا من كلام يارا مار يا حبايب انو قمر مار حاليا مهددة من نور مار بأشياء او هاي الأشياء لازم نعرفها طبعا احنا كنا وهذا يخلي لازم نور مار يطلع بأسرع وقت ويوضحها نشانو اللي قاعد يصير وليش قاعد يهدد بنيا بأشياء انو هي ما يخليها تطلع تحتي عليها او ما يخليها انو تتعاملوا يا يارا مار على الأقل رمني بالبث مباشر سويت نفسي انو هي ماكو شي خوفها او ماكوش دي هددها ولكن واضح اني بالبث مباشر كانت نوعا ما متل مرتبكة وواضح انو اكوش شي ماسكين عليها وبلزم الشي ثاني اللي قالتها يا قمر يارا مار على النور مار انو النور مار كان ما اخذ كل ارباحها باليوتيوب نوعا ما وما كان ينطيها غير عدد قليل يعتبر ان هو سارق بالفلوس نوعا ما هذه الأشياء المهمة اللي نطلب من نور مار انو يطلع يرد بها على يارا مار على هذه الموضوع ولكن اهم الشي وموضوع قمر مار وماذا ينطيها بها هذه الليبنية وماذا ينطيها من الأساس وانو بالنسبة لي كافت صراحة ان اطلعت حبي تحكي هذا الموضوع دفاعا عن هذه البنت وحاب ان اقول اي شي ممكن يطلع على القمر مار زيها 18 او اي شي ممكن يطلع عليه فهو نور مار يكون ورا هذا الموضوع حتى انو مطلع من الحساب الاساسي فى يكون هو ورا هذا الموضوع ان اشاره بالسوشال ميديا وهنا من نفس الوقت اطلب من قمر مار انو تطلع تحكي بالموضوع بشكل راحة ما تخاف من اي شي لان مدام هي وياها الحق فما تخاف من اي شي ومتابعين كل ما رح يقفون وياها واتمنى ما تطلع تهاجمني مجرد تطلع توقف وتحكي الحق وبس الله يا حبايب اتمنى تشتركوا بالقناة عم ونأخلكم باقي الاخبار وكل اللي قاعد يصير وكل اللي راح يصير بالمستقبل وبس شونا يا كوفيز زيما قادت منك الخصص اتمنى نفتهم توقصة بالكامل واتمنى توقفوني يا قمر مار وبالسوك توقفوني يا يارا واتنفتهم من نور مار انا من ضد نور مار بالعكس يا حبايب حابة نفتهم شو اللي قاعد يصير اتمنى النور مار يطلع يشرح لنا كل اللي قاعد يصير وبس يا الله لنها بصنات المقطة ما اذا عجبكم تحطوناك شرق بالقناة ومع السلامة شوفوا وين اجينا شوفوا شو حلوين شوفوا هناك كمان في وينو وينو هدلوه ليكن والله انا من يوم يومي نجنو انا احاول اكون مسجيرة على السور على حد البل اذا اقولكم تقريبا تسعين بالمية من البوكس هالكلمة فا احبكم انا احبكم انا احبكم انا بعد اطلبكم حصير كل شفرات بهذا السور حالفين من اللي ما يعرفون طبيعتي سيعرفوها اليوم بالسوري انه كل شي ضايجة يعني اطلعت لكم يعني قمر الحقيقية في تاهمتوا الى البيت يوه يوه ايا حالان دجال يوه يجب ان اتجل انا خلال فتحوا المواد انا امتوا عنا كنت اتبردات بغراظة فاملته تعمل مو بيحلقو